قبل أيام قليلة أعلنت ميليشيا الحوثي استهداف ناقلتين نفط عملاقتين تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام بعد عبورهما مضيق باب المندب لتعلن بعدها المملكة العربية السعودية تعليق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر المضيق إلى أن تصبح الملاحة عبره آمنة إعلان جعل الجميع يتحدثون عن أهمية باب المندب الذي تسيطر عليه حاليا قوات التحالف كغيره من الموانئ والمنافذ الهامة في اليمن باستثناء ميناء الحديدة وفتح الباب أيضا أمام التساؤلات حول استئناف العمليات العسكرية المتوقفة باتجاه مدينة الحديدة ومينائها يحتل باب المندب أهمية اقتصادية وعسكرية كبيرة فالمضيق الرابط بين البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي والفاصل بين جبوتي في أفريقيا واليمن في آسيا يعد بمثابة رئة يتنفس العالم من خلالها بنسبة 30% من جمالي حجم التجارة العالمية الموقع الاستراتيجي والمميزات الطبيعية الذي يمتاز بها من ناحية العمق والاتساع جعله مناسبا لمرور كل سفن وناقلات النفط على مسارين متعاكسين ومتباعدين ولكونه يقصر المسافة التي تقطعها حاملات النفط بنسبة 60% فإن إغلاقه سيجبر ناقلات النفط على الدوران حول إفريقيا وسيرفع تكاليف نقل النفط بشكل كبير باعتباره رابع أكبر الممرات في العالم من حيث عدد برامل النفط التي تمر فيه يوميا قد يصبح تعريض الملاحة للخطر في البحر الأحمر بمثابة إعلان وتصعيد إيراني في وجه التحالف ومن خلفه القوى الدولية التي قررت العودة لممارسات لعبة القط والفأر مع طهران وهي لعبة لا تعني غير إطالة أمد الأزمة اليمنية لمدى غير منظور